كوب حليب دافئ ملعقة ونصف صغيرة كركم عقدة صفرة نصف ملعقة صغيرة خميرة خمسة أكواب دقيق أبيض كوب سكر ملعقة صغيرة بيكينج باودر ملعقة ونصف صغيرة زنجبيل ملعقة ونصف صغيرة كرفة نصف ملعقة صغيرة ملح ملعقة ونصف صغيرة محلب ملعقتان كبيرتان يانسون ثلسكوب سمسم محمص نصف كوب زيت يفرق جيدا حتى يتشرب الضقيق والتوابل الزيت يخلط جيدا حتى تتجانس المكونات ثلاثة أربعة ملعقة كبيرة زيت زيتون يترك حوالي خمسة عشر دقيقة زيت ترجمة نانسي قنقر ملاحظة إذا لم يتوفر طابع الكعك ترك بين الكفين وتزين يدويا صينية الفرن مغلفة بورق الخبز تضع في فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة حوالي خمسة عشر دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر